ازا هيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى كنا قاعدين زيقانين فكررت اعمل حاجة حلوة كده هنعمل مع بعض الكريب بالنوتلا يلا بينا نبتدي اول حاجة دي المقادير هتسيبها لكم كده كده في الديسكريبشن تحت معنا كوباية دييق وبيضة واحدة بس وكوباية لبن وربع كوباية زيت ومعلاقة سكر وباكو فانيليا او معلاقة فانيليا يلا بينا نشوف العظمة دي بتعمل ازاي؟ هنجيب الخلاط موضوع سهل جدا لان هو كله هيتعمل في الخلاط نحط فيه اللبن هنبتدي بالمواد السيلة الاول بعد كده هنحط عليهم البيضة طالما قلنا بيت يبقى لازم رشة فانيليا كده عشان تكسر اي زفورة للبيض ده في اي حاجة يعني بعد كده هننزل عليهم بالزيت كده انا حطيت المواد السيلة كلها مع بعض هنبتدي بقى نبديهم ضربة كده الاول لو اول مرة تشوفوني متننسوش تشتركوا في القناة وطبعا تفعلوا زر الجرس شان يوصلوك كل حاجة جديدة ولو عايزيني اعمل حاجة معينة اقولولي ولو عايزين برضو فاطمة تعمل حاجة اقولولا بعد كده بعد ما ضربناهم هنحط بقى عليهم الدي وحننزل عليهم برضو بالسكر وكنا حطين مع السكر كده رشة ملحة صغيرة وعلى فكرة احنا كده عجينة الكريب بتاعتنا تعتبر خلصة خالص هنضربهم مع بعض ضربة كويسة جدا لغاية لما نتأكد ان القوام بقى كويس جدا هنصبهم بقى دلوقتي في اي حاجة كده هنقدر نعرف ناخد منها وهو ده القوام اللي احنا عايزينه بالزبط عشان الديق ممكن يختلف طبعا احنا جبنا عندنا طبعا التاسة بتاعت الكريب لو مفيش حد عنده تاسة الكريب ممكن يستخدم اي تاسة عادية مش اي مشكلة خالص هناخد بقى على قد حجم التاسة كده يعني اول واحدة دي ممكن تبقى تجربة بس هي زبطت معي بصراحة هنحط كده مغرفة كده في التاسة هنبتدي بقى نحركها بالراحة لان احنا مش عايزينها تخينه عاجينة الكريب دايما بتكون رفيعة فعايزينها كده اي يعني تكون رفيعة بالشكل اللي هي هتظهر لنا بي كمان شوية عايزين نبقى مواطنين نور كده عشان تستوي واحدة واحدة عشان ايه في نفس الوقت مش تلزق احنا كنا حاطين كده مادة دهنية في الاول في التاسة عشان ما تلزقش مننا تنسوش كمان تشتركوا في القناة بتاعتنا على التيك توك وفي الانستجرام وفي الفيسبوك هتشوفوا حاجات جامدة جدا انك عاملين بروباجاندا حلوة قوي هنسبها تستوي على مهلها كده بالراحة لغاية لما تدينا اللون اللي احنا عايزينه وحنبتدي كده نطلحها واحدة واحدة يعني هي كده لسه مستويتش قوي لسه هنقلبها كمان مرة بس انا خفت عشان دي زي ما يتركوا دي اول واحدة بس زي ما انتم شايفين هي زبطت جدا عجينة الكريب مفيش اسهل منها ومفيش احلى منها يعني تبقى زهقان ومعمل عجينة الكريب على طول مع حدش يفكر يعني هي سهلة زي ما انتم شفتو كلها بتعمل في الخلاط موضوع بسيط قوي بصوا بقى الوش التاني كده كويس قوي وانا زي ما قلتقوا هنقلبها هتاني كانت ديها لون انا خلصت هنا بقى الكمية بتاعتي وبعدين اخدت بقى هنعمل بقى الكريب شوكولات كبت بقى الكريب باية وحطتها وحطت بقى عليها سوس شوكولات كده كنت عامله كده قابليها حلوة قوي سوس شوكولات ده حلوة هبقى لازم انزللكوا فيديو عليه بس وحنقفلها كده وحنسيبها على النور حاجة بسيطة بحيث ان السوس شوكولات بس يسخن كده جواها بجد تلات عظمة حلوة قوي 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 بالهنة والشفة باي باي